أهلاً وسهلاً مشاهدياً كيروانا كيديري لا بس أتمنى أنكم تكونوا على حير وبصحة جيدة إن شاء الله أحبائي المشاهدين لنجدكم بوصفة أول وصفة وهي عبارة عن مكارونا البياتا هذا المكارونا نوع من المكارونات كيستعمل فيها الحرور واللي عنده مشكلة مع الحرور ممكن يتفاداه الثاني وصفة هي وصفة عبارة عن قطو شاتو شاتو قطو شاتو شاتو وقطو فرنسا نجدكم معي باش تكتشفوا الوصفتين وإلى المقادير وتحضير الوصفة على بركة الله باسم الله عندي هنا خمسمائة جرام مكارونا ألي نوع من المكارونات جوج دي المطاشات اتنين طماطم الأحسن تكون سرقينها أو شمينها أو قطعها بها بزرعة على هذا الشكل قليل من فواكه البحر بصلة قليل من الجنزبير الطري قليل من التوم بقدونس زيت الزيتون فلفل عفر زيتون مقطع على هذا الشكل سوس المكارون ممكن تشتروها أو ممكن تعملوها في البيت قليل من الفلفل مقطع على هذا الشكل الملح حسب الدوقة قليل من الشطاء أو الحرورة البهار الأبيض البزارة قليل من الكمون وعصير الحامض وإلى تحضير البزارة ترجمة نانسي قنقر 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 بزرق أحبائي مشاهدين والآن مع الوصفة الثانية ألا وهي عبارة عن قطوشة أنواع من القطوهات الفرنسية البسيطة في التحضير والبسيطة في المقادير أتمنى أنها تحضركم والآن مع المقادير رأي هنا كوب من الفرنة زج البيضات كوب الحليب نصف كوب من الكاكاو الخام من السكر كوب الى القليل من الزيت كوب من السكر الناعم رشة ملح فاني وخمارة الحلوة وخمارة الحلوة قليل من خميرة الحلوة وهذه الوصفة طريقة طريقة تحضيرها تكون كلها في الخلاط يعني نضربها في الخلاط خليكم معي باشتعرفوا طريقة التحضير مع قليل من التركيز والان مع طريقة التحضير اول حاجة ناخد كوب الحليب نضربه مع السكر ستلاحظوا ان حبيبات السكر تحضيرها تحضيرها القوامة هو أهم شيء في هذا الوصفة نضربه 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 ثم قوامة نضربه الطريقة إلا القليل نضحه حتى نحصل على قوام تقل بقشي نحصل على قوام تقل بقشي نضحه نضحه شوكولات كاكاو خالي من السكر نضحه 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 حتى نضحه على سوس من الشوكولات نضحه 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 من الشبق نضحه 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 نضيف القوام التي كنت أحسنت عنها نضيف قليل من السوس الشوكولات نضيف قليل من السوس الشوكولات نضيف القوام بالتزيين مزيف قطع كالب البركة وضف الفرينة الخميرة البني نضيف الفرينة يمكنك تضيف الفرينة نضيف ثم نأخذ الطاوة ندهنها بشوية زبدة وشوية فارينة نأخذ الخليطة دينا ونخلوها في الطاوة على هاد الشكل هادا ندخلوها الفرغان لمدة 15 دقيقة هي الطيب دغية ونخرجوها ونقدمها في طبق تقديمك ثم ندخلوها في الطاوة ندخلوها في الطاوة ونزينها بشوية شوية ندخلوها على وجه ندخلوها على وجهدها ندخلوها في الطاوة اضعها الى اشكال مستطيلة على هذا الشكل ونضعها في طبق تقديم واخيرا بعد ما زينت لقيتو شاتو بسوس شوكولات اللي كنا خليناها على الوجه جاء على هذا الشكل بعد ما قطعتو اشكال مستطيلة جاء على هذا الشكل وقدمتو في طبق تقديم على هذا الشكل نتمنى انو يعجبكم ويرقكم بالنسبة للمكارونا نتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله والى وصفة اخرى ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة